السلام عليكم ازاع حضراتكم يا رب ده ما يكونوا بخير انا ريبون صبري وان شاء الله في هذا الفيديو هكلمكم بجد على حاجة مفيدة جدا لو انت بجد مهتم بموضوع او يكون عندك موقع الكتروني وبتكتب فيه مقالات اما انت باقي بتستخدم هزي المقالات في ترويج منتجات افلت والربح من التسويق بالعمولة او انت حابب تزود الترافيك على هذا الموقع الكتروني ومن ثم تكون مؤهل الاشتراك في جوجل ادسنس او واحد الشركات الاخرى الخاصة بالاعلانات اللي معلم بقى في هذا الفيديو هقول لك بعض النصيح الجميلة والخطوات البسيطة ازاي ممكن بقى تحصل على ترافيك معقول وترافيك جميل جدا من موقع بنترست لموقعك الاكتروني والربح بازن الله وعشان برضو كلامي يكون واضح بشكل اكبر وعلى ارض الواقع تعال بقى دروح مع بعض على حسابي على موقع عشان هوريكم برضو بعض الامثلة العملية هنا معلم بقى في حسابي على موقع بنترست انا عندي ممكن رابط في اه موقع الاكتروني اسمه تمام حلو خالص ده بيهتم اكتر بقى بموضوع الفيتنس يعني والويت لوس وخصوصا في ممكن الفيتنس للسيدات اللي هم اكتر من اربعين سنة تمام حلو انا كده عملت او تخصيص يعني تمام جميل جدا هنا يا معلم بقى قال لك انا في بعض او بعض الاحصائيات الخاصة بحسابي على بنترست قال لك انا في او مشاهدات ليور بنز حوية طبعا عشر تلاف تمام وهنا جاب لك هنا يا معلم بقى الاوت باوند كليكس او النقارات على اللينكات الناس بقى تتوجه لموقعك الالكتروني او للمقلة الخاصة بحضرتك اللي انت رابطها بقى بهذا البن وليكن زادت حوية تقريبا خمسة وتلاتين في المية وعلى العلم الحقيقة انا بلل فترة الامانة مش مهتم اوي بعمل بنز خاصة في بنترست بخصوص هذا الحساب الامانة او حتى الموقع اللي انا بتعامل به دلوقتي الجميل جدا برضه في بنترست انها لو انت عملت بجد بن جميلة جدا وعملت لها بشكل احترافي انساها يا معلم بقى وهتلاقي جايبة ترافيك محترم جدا تمام حلو خالص هنا برضه كمثال في بعض البنز معينة عندي بن بن معينة بحصل على تتعدى الستلاف مشاهدة ستلاف مشاهدة وحصلت الوحدها على مية خمسة وسبعين اه كونفجن رييت او او تباوند كليكس يعني الناس بقى لما شافت هذا البن دغطوا على اللينك المرتبط بهذا البن ومن ثم تم تحويلهم بشكل مباشر للمقالة او الخاص بي تمام وبرضه نفس المنوال برضه في هزيل البن الاخرى احنا ممكن حابلنا ممكن بقى يعني نتقص اكتر ونتحرى فيها بشكل افضل تمام هزيل البن الخاصة هاو تو لوز تويني باونز ان تو ويكس تمام هنا يبقى لك نها زي انت ممكن تقلل عشرين باوند خال اسبوعين من خلال هذا الدرينك بشكل جميل نجي طبعا هو عبارة عن اللمون بالمية يعني تمام حلو خالص فاحنا بقى معلم بقى ازاي بقى نجزب بجادة الانظار ونجعل فيه كليكات بقى ونعمل بقى ترافيك محترم بقى على اور ويب سايت من خلال موقع بنترست بمنتهى البساطة وبمنتهى الجمال اول حاجة وقبل كل شيء لازم انت حياة تعرف ان انت حياة في بنترست مش كل نيتشات لها نفس الترافيك او لها نفس الافضلية بمعنى افضل اه حياة في بنترست معظم زوار بنترست بيهتموا بمجالات معينة زي مثل خاص بالفتنس اللياقة البدنية الجمال الفاشن الموضة الازياء تخسيس الوزن والكلام ده الكاتس وهكذا فطبعا كل الانشيط الحقيقي انت ممكن تعمله عن اي موقع معاك في اي مجال والما انت ممكن برضو تعمل له وترويج في موقع بنترست ويجيب لك برضو ترافيك لكن بشكل نسبي يعني مثلا الترافيك اللي هيجي لك مثلا من اه من موقع اللي هيجيب عن او طبعا قليل طبعا بالمقارنة مع اه مقالة او موقع معين بيتكلم عن موضوع الفيتنس او موضوع او موضوع الفاشن وهكذا تمام حلو خالص فاول حاجة بلتا انت تتحرد دقة في اختيار الموقع الخاص بحضرتك عشان بقى طبعا ده لا هيكون ملائم بجدد للناس اللي بتزور بنترست ولا وطبعا حازم برضو يعرف ان معظم زوار من السيدات من السيدات تمام جميل جدا عشان كده حياة الخاص او المجال الخاص بهذا النقع وهذه المقالة بشكل مخصص طبعا ممتازة واقتمام جدا لزوار تمام حالو خالص تاني حاجة بقى يا معلم بقى لازم تتم بها في عمل بن احترافية بتجذب الانظار وتلفت الانتباه لزوار اللي بيدوروا بقى على ممكن كلمات مفتاحية معينة بتخص موضوع الفتنس او او موضوع والكلام ده هو اللي انت تجعل البن نفسها تكون بشكل طولية بشكل طولية رأسية كده طويلة من الاخر تمام عشان طبعا دي بتلفت انتباهها بالمقارنة مع البنز الاخرى اللي ممكن تكون جنبها بشكل مربع او اصغر حجما بمعنى برضو اكثر توضيحي لو احنا مثلا حبينا ممكن نركز مثلا طبعا دي طولية دي طولية وهكذا دي مثلا برض نفس المانوال هنا مثلا حبينا نقول لكم كم مقارنة يعني البن دي عبارة عن حاجة مربعة شايف صغيرة ازا كده شفت خيل بقى مين اكتر بالنسبة لك انت انا انت احكم بقى هل الشخص ممكن بقى هيلاقي ممكن البن دي الطويلة دي شبه دي ولا دي مين هلفت انتباهه اكبر هل دي ودي ولا طبعا المربع الصغير ده طبعا ما اكيد طبعا هو البرتكال او الطولية ازا يا معلم بقى انت لما بتعمل مقالة معينة او حايف تعملها اا مشاركة بقى في بنترست حاول احاول احاول ممكن تعمل يور بن بشكل 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 طويل ورأسي تمام هلو خلاص طب نعملها بقى دي ازاي يرمون بقى طبعا افضل الموقعين ممكن يعمله هذا الحجم وهذا البرتكال طبعا اكيد قولا واحدا هو اكيد موقع كانفا دوت كوم تمام انت هنا معلم بقى في موقع كانفا جاست بقى تيجنع الجزء الخاص بالسرش ومسلا لو انت كتبت ولكن بن ترست مسلا حلو خالص هيجلك انا في تو اوبشنز من البنز يعني في كده حجمين مختلفين من البنات في بن بقى الف في 1500 وفيه الثاني بقى اللي هو هنركز على اكتر بقى اللي هو الف وتمانين في الف وتسعمية وعشرين وهنا بقى اللي بيجيب لك بن بيرتكال وحتى ابدا بقى لو لو حظت انها هتلاقي ممكن يعني الارتفاع ده المقارنة مع ارتفاع مع العرض بنسبة واحد الى اثنين يعني نتريب ان العرض تمام نص الارتفاع او الارتفاع ضاعف العرض بنسبة واحد الى اثنين تمام حلو خالص فحنا بقى بنحاول نختار معلم بقى هذا الديمنشن تمام بنترست بن حلو خالص نعمل كليك كيرا عليها ومن ثم بقى انت بقى ممكن تفتح معاك يعني قوالب مختلفة وتمبلت جميلة جدا انت ممكن تعمل لها تعديل تمام بما طبعا يتلاقى مع عنوان او موضوع البن او المقالة الخاصة بحضرتك تمام بشكل جميل جدا وبشكل مهذب حلو خالص او انت حي ممكن بقى تشتغل على حاجة اسمها او من الصفر تمام يبقى كده تاني نقطة بقى الخاصة بموضوع البن زيان او انت تعمل من بنترست لازم يكون عندك انت تعمل بشكل وبشكل رأسي تمام حلو خالص آآ تانية نقطة بقى مهمة جدا حي يفضل يفضل بقى تكون الصور طبعا اللي فيها هذه البن تمام او 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 طبعا بتكون بشكل واضح وتكون بشكل متناسق وانا حاجة دايما افضل للامانة للامانة لو احنا برضو اتخاذنا من البن الخاصة بيا يعني كمثال يعني تمام هلا هنا حاول على قد الامكان الصورة الخاصة بحضرتك بتفردها بشكل كامل على البن الصورة نفسها عشان طبعا بتكون يعني بيكون لها تأثير بصري كبير جدا لنظر يعني حاول تخلي الصورة نفسها المعبرة عن المشكلة او معبرة عن عنوان المقالة بتكون بشكل واضح ملفتة للانتباه ملفتة للانتباه يعني احاول على قدر الامكان يعني طبعا احدى الطرق الخاصة بعمل بني يعني انا حاجة دايما افضل للامانة للامانة اخلي الصورة نفسها الخاصة بعنوان المقالة او بتكلم عن المجال نفسه بتكون مفروضة على كل البن الطولية دي. تخيل? حلو خالص. فانت بقى بتجيب صورة معلم بقى ملأمة لعنوان المقالة. تمام? جميل جدا. وطبعا بتفردها على هذا البن المحترمة. طبعا واحد بقى يا سنة يا رمون هتعملها ازاي طبعا دي بقى? انت بقى حقيقة ممكن تجي طبعا صورة معلم بقى وتعملها تغيير تمام? طبعا اكيد بدون اي تغيير في والكوالية الخاصة بالصورة. انت بقى بتعملها على الابعاد بالزبط. هذا البن زي ما انت فانه هو الف ثمانين فقط في سمائة وعشرين تقريبا. ومن سجاستة يا معلم بيت ترفحها هنا تاني اعدام لابلود لكانفا. وبتتفرد يا معلم على كل البن نفسها. تمام? حلو خلص. وانا بقى يا معلم انت بتجيب انصورة الملأمة لموضوع المقالة او الموضوع الخاص. بحضرتك بقى ممكن تجيبها من مواقع زي بكسبي بيكسلز مكمل من كانفا نفسها يا معلم اي حاجة. وانا بلا كده شرحت في فيديو منفصل اكتر من خمستاشر موقع بيديك او استخدام تجاري. وطبعا هزا الفيديو تليد تحت فيه اول كومنت مسبت. تمام? جيمل جدا. طبعا زي الموقع بكسلز مسلا زي هو او موقع مكسبي والكلام ده. تمام? حلو خالص. ثلاثة حاجة بلا بتنزل بقى خاصة الصورة الخاصة بالفتنس مسلا او الدايت او الفود او زي الليمون زي ما شفتوا قد كاف في ماي بن ولا حاجة. بتيجي بقى على موقع تاني بقى معلم بقى موقع جميل جدا زي ما لكم ده هيعمل بقى بيرسم بجد الصورة نفسها بالابعاد ملأمة ليور بن حلو خاصة دي بتكون بشكل بدون اي تأثير على الموقع ده اسمه بمنتغة ببساطة اسمه simple image resizer dot com simple image resizer dot com هي بجد موقع محترم جدا بيحافظ على جودة الصورة رغم تغيير تمام بمنتهى برضو السرعة وبمنتهى الجمال. هنا بنيجينا على الجزء الخاص هنا تحاجة خاصة بالبرسنتج او الدايمينشنز انا ممكن خلاها بالابعاد. قضى هنا العادة اللي انا عايزها. انا ممكن اعاز اخلي الصورة زي ما انت فانا بتكون مرسومة بشكل كلي على ماي بن. فانا هخلينا وليكن هنا الابعاد الف وتسعمية تمام بمنتغة البساطة. وانا فكر صحي يعني. والويتس الف وتمانين تقريبا يعني. حلو خالص. اختار بقى الصورة معلم بقى هنا. انا مسلا اخترت صورة خاصة بالفتنس والي اكون هو زي مسلا هذه الصورة المحترمة لهذا الرجل. حلو خالص. دوسنا جميل جدا. ظهر في كده بقى ثواني قليلة. بيعمل بقى تعديل للصورة نفسها للابعاد الجديدة. اللي احنا بقى نستطيعها ان شاء الله في يور بن. تمام? حلو خالص. تمام كده اخلص كده امعلم بقى عدد اه الابعاد الجديدة بقى. هندس بدا ونلود. اشتري معلم هو شايف صورتنا هي الجميلة الجديدة دي. وارفع بقى الصورة دي امعلم بقى في موقع كانفا. نروح برضو نرجع على موقع كانفا حضرتك بمنتغة جمال. اجينا الجزء خاص بالابلود. تمام? ابلود ميديا ويارفع الصورة الممتازة دي. بالابعادة هنتفعن عليها الملأمة ليور بن بتكون بشكل ومفروضها تماما على يور بن. تمام? بمنتغة البساطة وبمنتغة الجمال هنا بقى يا معلم بتكون بشكل ملفت الانتباه ملفت للانظار. تمام? حلو خالص. بقى زي الفل كده. تعال بقى نفردها على كل الصورة دي. زي الفل كده اشتري معلم. هنا بقى طبعا انت ممكن بقى تضيف ممكن بعض او العناصر او ممكن بقى عنوان معين او اسهم كده صغيرة. يعني ممكن احنا متكلم وليكن عن فوائد الجري كمثال يعني او مثلا. تمام? من خلال او من خلال الجري وهكذا بقى. فطبعا دي بجده حاجة ملفتة جدا. هنا شخص عداء محترم جدا. اه جسمه اه جميل اوي خاص بالفيزيك الفتنس ولا حاجة. وطبعا بيمارس رياضة الجري. كمثال برضو بمنتهى السرعة وبمنتهى الجمال. عشان برضو ما طولتش في حاجات معينة كده. ملهاش قوي في موضوع اضاعة الوقت يعني خاص بالفيديو. تمام? خلاص كده معلم خاص بقى البن الخاص بحضرتك بقى وكل واحد طبعا من حضراتكم ليزو جميل بقى في عمل بني جميلة. اللي كده اقول لكم على قدر الامكانة على او الاساسيات. تمام? ده اشتك ده معلم. ممكن نخليها جي بي جي عشان بس الوقت. تمام? هلو خالص. ونجي على موقع حضرتك بقى معلم بقى وممكن نعمل بقى احنا ايه اه كريت بن جميلة قوي كده. هلو خالص. وبنرفع بقى الصورة الممتازة الخاصة بحضرتك او يور بن بشكل محترم جدا وبتكون بشكل وطبعا هنا بعد اضافة زي ما انت فانى العناصر او الخطوط او العنوان او الاسهم والكلام ده تمام? هلو خالص? خلاص يا معلم بقى انت عملت بقى جد جميلة جدا مبهجة ملفتة الانظار. هلو خالص? هنا طبعا بتكتبنها الخاص بعنوان المقالة. تمام? ايا ان كان انت عايزها بقى. تكون برضو ملفتة للانتباه. بتحتوي على كلمات مفتاحية اساسية. الناس بتبحث عنها. وانا قبل كده برضو شرحت لكده في فيديو منفصل. ازي ممكن تجيب انت كلمات مفتاحية. سواء كان هاشتاجات او كلمات مفتاحية. لازم تستخدمها في ديسكريبشن او الوصف الخاص ببنترست او لعنوان يمعلم بها. وطبعا الفيديو دهات اللي هي تحت فيها معلم فيه الكومنت المثبت. تمام? فطبعا ضروري اوي ترجع عليه. عشان بجد انت ممكن تجيب بخطوات بسيطة كلمات مفتاحية مؤثرة من موقع بنترست لمنتها الجمال بمنتها العظمة. وحتى انت ممكن برضو تستخدم ايه اداءة برضو مدفوع الامانة اسمها بتريحك بشكل كبير جدا في الحصول على كلمات مفتاحية اللي انت عايزها. تمام? برضو شرحت هذه الاداة برضو في فيديو منفصل. هتليلي برضو في اول كومنت مسبت. تمام? جميل جدا. وبكده يا معلم بقى انت هتعمل بين ملتفة الانظار. حاجة جميلة بنيتش جميل بفيرتكل بين محترمة بصورة واضحة قوي بتكست واضح بفونت واضح بعنوان بكلمات مفتاحية مؤثرة بديسكريبشن مؤثر بهاشتاجات تم البحث عنها بدقة وبعناية زي ما تقول لكم. لازم تحضر الفيديوهات اللي انا استطعلكم تحت فيه اول كومنت مسبت. انا حيالا وانا حبيت اشرح كل هذين الخطوات. سواء ذات تجيب ممكن كلمات مفتاحية. وذات تكتب عنوان. وذات تكتب ممكن دسكريبشن والكلام ده. سدقني. الفيديو ده ممكن هيبقى اكتر من حوالي. ولي نص ساعة. فطبعا بقى انا عشان ما اعطلش حضرتك اكتر من كده في هذا الفيديو بشكل مخصص. ارجع بقى طبعا لتلك الفيديوهات. وانا احاول على قدر الامكان اعديكم تشجيع معين كده. لو انت بقى حاجة بجد تشتغل في موضوع الفلوجين. او عندك انت هيكون موقع الكتروني بتكتب فيه مقالات مميزة وارحاجة. وهنا برضو فيه سؤال طير حير للامانة. اه هل انت المقالات دي بتكتبها انت بنفسك طبعا اكيد قولا واحدا برضو اكيد لا. انا برضو حقيقة بعمل كده معلم. ممكن بقى بسرم اداة اه عدة صياغة مع اداة خاصة بال ازا كي يصطناعوا الكلام ده. فعملت بعمل منهم كده وطلع بقى مقالة جميلة فيها صور احترافية. فحقيقة تماني يكون الفيديو ده عاجب حضراتكم واداكم دفع الامام وبعض الاساسيات الحقيقة في موضوع ازاي تجيب انت من خلال موقع او بالتخصيص من خلال وبكده معلم نخلص الفيديو النهاردة اتمنى يكونوا استفدتم من هذا الفيديو. ولو كان فيه بجد اي سؤال اي استفسارة بعد محضراتكم اشوفكم ان شاء الله فيديو قادم ومع السلامة.